لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد تجهيزات ضخمة لحفل زفاف ولي العهد الأردني بحضور قادة وزعماء ترى التجهيزات على قدم وساق لتنظيم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والمقرر إقامتها مطلع يونيو المقبل مقربون من القصر الملك الأردني خصوا موقع سكاي نيوز عربية بتفاصيل الحفل المنتظر إذ قالوا أن الحفل سيحضره زعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة وبحسب المصدر سيتم عقد فاعليات رئيسية في قصر زهران في عمال والذي شهد العديد من الأعراس الملكية من أمرزها حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملك رنيا العبد الله سنة 1993 وأضافوا أن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ستكون حاضرة لتغطية الحفل ضمن إجراءات عالية المستوى تناسب التجهيزات الضخمة العائلة المالكة في الأردن عرفت بعلاقة الفاعليات في حفلات الزواج بما ينسجم مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني الأمر الذي برز أخيرا في زواج الأمير إيمان ابنة العاهل الأردني على الشاب جميل ألكسندر تيرمايتوس خلال مارس الماضي وتحدث المقربون من القصر الملكي عن التجهيزات التي بدأت لحفل الزفاف الذي سيقام على أعلى المستويات لتتواءم المناسبة التي يترقبها الأردنيون لإيصالها لبيوت كل الأردنيين ضمن مراسم ملكية عالية المستوى ونوه إلى إمكانية وجود تشابه بتفتيبات زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين مع حفل زفاف ورده الملك عبدالله الثاني على زوجته الملك رانيا عام 1993 والذي كان وفق ما وصفوه عيد فرحة غامرة لكل الأردنيين وفي إطار التحضيرات التي يقوم بها الديوان الملك الأردني لمراسم حفل الزفاف تعمل المؤسسات الرسمية على ترتيب احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات عمامة رئاسة الوزراء الأردنية على الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أي فاعليات احتفالية من المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 مايو حتى 1 يونيو وأشار التعميم إلى أن الهدف من هذا التأجيل تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا وإظهارها بالمظهر الذي يليق بها المؤسسات الرسمية كانت تنوي إقامة الاحتفالات وعلقت احتفالاتها بعد هذا التعميم إلى أن العديد منها أكد أنهم علقوا الفاعليات ولم يقوموا بإلغاءها بشكل نهائي لانتظار صدور تعليمات أخرى تقوم بالتوضيح بشكل أكبر حول تفاصيل الاحتفالات وبدأت الاحتفالات الشعبية بصورة مبكرة في الشارع الأردني من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإقامة فاعليات في مختلف أنحاء البلاد وأصدر الفنان الأردني عيسى السقار أغنية خاصة بهذه المناسبة وقال في حديث خاص أن مشاعر الفرح الكبير لا يمكن أن توصف وأن أقل ما يمكن تقديمه بهذه المناسبة هي أغنية يهني بها الأمير المفدى وأكد الفنان السقار أنه حرص على عدم وجود أي حقوق ملكية ونشر الأغنية التي نشرها على إيتيو والمنصات الأخرى لاستخدامها من تبل الجميع وتغنى الجميع بحب الأمير الحسين وقالت شخصيات عشائرية أنهم يعتزمون إقامة بيوت شع لكل الأردنيين للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة جسوة بآباؤهم الذين فتحوا مثل هذه البيوت قبل 30 عاما عندما تزوج الملك عبدالله الثاني بالملك رانيا الجمعيات الفكرية والشبابية حاضرة في المشهد أيضا فورقا لسلطان الخليلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي قال خلال حديثه أن الجمعية أطلقت سلسلة من المبادرات بهذه المناسبة اختلف محافظات المملكة تحت شعار فرح وعطاء في فرح الحسين ووفقا للخليلة تتلخص هذه المبادرات بتوزيع طرود الخير على الأسر المحتاجة في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وعدد من المؤسسات الوطنية الداعمة إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال التهاني من أفراد المجتمع بشكل عام ومن الشباب الأردني بشكل خاص ليتم بعد ذلك طباعة التهاني المكتوبة وجمعها في كتاب تهاني خاص وتقديمه باسم الشباب الأردني للأمير الحسين إضافة إلى بسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر وسائل الإعلام الشريكة وأضاف أنه سيتم تقديم الهدايا والألعاب لمختلف حدائق ومرافق الألعاب المخصصة للأطفال والعائلات في مختلف المحافظات إلى جانب إطلاق سلسلة من مبادرات تنكين الشباب في مختلف المجالات احتفالا بهذه المناسبة وبالتزامن مع هذا الاحتفال المبكر تناقل الأردنيون بطاقات دعوة تعود لمأدبة الغداء التي أقيمت في زفاف الملك عبدالله الثاني الأمير حينها مستسكرين بذات مشاعر الفرح التي يشعرون بها الآن الديوان الملك الهاشمي أعلن في وقت سابق أنه سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد ألسير في الثاني عشر من زبكعدة عام 1444 هجرية الموافق الأول من يونيو عام 2023 ميلادية أغفق أمير الحسين بن عبدالله الثاني يجاقب أغفق أمير حسين لأن تنastبق بحضر ممكوناي تنوى زفاف المصدرية أسنين من يشأر من قاكم اشتركوا في القناة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد